وينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. إذن أستاذ أكرم تحتفل الشرطة في هذا العام. الاحتفال السبعين أو العيد الشرطة السبعين. ونحن نمضي قدما في مسيرة تعمل على تحسين جودة حياة المصريين. من خلال ثلاثة إنجازات هامة جدا. هي مبادرة حياة كريمة وأيضا المجمع الأمني ومركز التأهيل. وإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. إلى أي مدى أضافت هذه الإنجازات بعد للاحتفال هذا العام؟ طبعا بالتأكيد والحياة الرئيس كان حريص جدا. كعادته أنه وجه التحية للشهداء الشرطة والشهداء القوات المسلحة. أموا بدور مهمة ودفعوا حياتهم لوصول إلى هذا الاستقرار. والحياة أنه الرئيس كان حريص أيضا أنه يؤكد أن نحن مسيرة التنمية مستمرة. والبناء وفرص عمل ومناطق صناعية ومحاور ومشروعات زراعية وإضافة للجغرافيا. وكمان حياة تطوير أداء الشرطة المسلحية بالشكل اللي يحسن الخدمات للمواطنين. ويؤكد فكرة الأمن والاستقرار بشكل علمي وحل المعادلة الصعبة يعني. وإحنا عارفين أن الشرطة الحقيقة تصدد بشكل بطولي وباسل في الإرهاب على مدى سنوات. الإرهاب اللي أثقت دول أخرى يعني. وأظن أنه ده في حد ذاته قاوي جدا. وتأكيد الرئيس على أن حياة كريمة لتكل المحافظات لتحقيق غد أفضل للناس. وحياة أكتر من نصف المصريين. طرق ومدارس ومنشآت صحية. وتطوير أداء الأمن والشرطة بالشكل يحمي الاستقرار ويحمي التنمية. وأنه ده مستمر على مدى السنوات. نعم أهم ما استوقف حضرتك النهاردة في كلمة السيد الرئيس التي ألقاها خلال الاحتفال بالعيد السبعين للشرطة المصرية. يعني الحقيقة زي ما قلت أولا وجد تحية للشهداء بصفاتهم أقدموا حياتهم لتقرى الوطن. وأنه الدولة مستمرة فيه. وأنه مصر نجت في الوقت اللي في العالم من حولنا يعني. والإقليم بيشتعل ببرود وصراعات وغيره. وأنه العالم لسه بيتغير أكد على فكرة الوعي وفكرة أهمية. أنه إحنا في مكان يعني بيموج بالتحولات. وأنه تحالفات بتتغير والقوة بتتغير. وده بيستدعي درجة أكبر من الوعي والثبات. ووحدة الشعب المصري مع الجيش والشرطة. وأنه 25 أناس كات مطالب التغيير. كل ده طبعا يعني أعتقد أنه على مدى السنوات خد مجاله بشكل كبير. صحيح. شكرا جزيلا لك الأستاذ أكرم القصاص. رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.